ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ووصلنا للفقرة الطبية طبعاً بنشوف ناس كتير من حوالينا بتعاني مع دخول فصل الشتاء من وجع وتعب في عضم جسمها طبعاً مع تيبس شديد في العضلات ويمكن الأكثر شكوى هي ألام الإيدين اللي ممكن توصل لقدر الله عند بعض الأشخاص أحياناً إن هم مش قادرين يحركوها كويس أو يعملوا بيها أي مجهود حتى لو بسيط عشان كده هنتكلم من نهار ده عن سبب ألام العظام والمفاصل في فصل الشتاء تحديداً مع ضيفي اللي بنورني ومشرفني في الستوديو دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما بنرحب بيك يا دكتور أهلاً وسهلاً أهلاً بحيك يا شيف عظيمة وفي مهرات عظيمة وأحلى أكل من أحلى شيف عظيمة الله يبرك في عمرك يا دكتور شرف لي والله بجد شهادة حضرتك وطبعاً إحنا بدأنا الحمد للام يعني حكيتم نورواني من أسبوع وتكلمنا مع بعض وبدأنا نحكي عن فكرة ألام المفاصل وأن فيه مكملات غذائية ممكن توضيف للموضوع ده لأنه نهار ده الموضوع فعلاً مهم لأنه أنا واحدة من الناس اللي عندي الشكوى اللي احنا من أولا واحنا داخلين فقرتنا في الإنترو بنعلن عنها حقيقة في فصل الشتاء المفاصل بتزدد سوءاً وبتقلم وبتوجع والخشونة بتزيد وفيه كده أعراض يمكن ما بنشعرش بيها بكسرة في فصل الصيف لكن ممكن تزيد عند بعض الناس فصل الشتاء هايك بقى كلمنا عن الفرق إيه يعني هو العظم ده عارف إن إحنا في الصيف ولا في الشتاء ولا إيه الموضوع طب وتسمحيلي بس قبل ما أتكلمك نوضع أتكلم في حاجة تانية خالص أه اتفضل هقولك على انطبعاتي على برنامج الشيف عظيم اتفضل يفهم هايك عامل جو عائلي كويس جداً الله يخلي ما بينك وبين السادة المشاهدين الله يباري بجد والله بيحس إن انتوا عائلة واحدة حتى بيباية من التصالات أيوة هايك عامل جو عائلي كمان وراء الناس اللي وراء الكاميرا سواء كان إعداد أو كاميرات أو كده الحمد لله وطبعاً لو تسمحوني إن أنا أنضم لهذه العائلة طبعاً يفاني على رأسنا الفور يا دكتور هايك عائل رقب اتنين الانترو بتاع البرنامج بتاعك لفت فيه النظر حاجتين فضل هايك جايبة الصمرة بتاعت الأدناس أيوة وحطة الكابوريا أيوة وهنعرف في آخر الحلقة النهاردة إيه قصة الأنناس والكابوريا وعلاقاتها بالموضوع اللي هم نتكلم فيها اتفاقنا يا دكتور حاجة صارت نقطة فعلاً هو أكتر حاجتين بيزدادوا في الشتاء هم حاجتين ألام العظم والأمراض المعدية وده اللي احنا هنحاوله النهاردة تمام ليه بقى بتزيد ألام العظم في الشتاء أيوة لسبب بسيط جداً لأن الجو لما بيسقع كمية الدم اللي بتتضفق للقلب والرئة بتزيد وبتقل في منطقة العظم فمن هنا يبان ألام العظم الحاجة التانية إن السال اللازج ما بين العظم أو بين المفاصل بيزداد لزوجها فده بيزود شعورك وإحساسك بألام العظم يبقى أنا المفروض أعمل إيه لازم العظم بتاعي يبقى كويس تمام ولازم المفاصل بتاعتي يتبقى كويس ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة إزاي النهاردة إن أنا أخلي عظمك يبقى كويس وما توصلش لمرخلة تخش مني في شاشة عظام أو ما تخشش مني في تعاكل غضريف أو ما تخشش مني في مراحل متأخرة إن إحنا نخش فيه تغيير مفاصل آه يا قدر الله هنحلي ده كل النهاردة عن طريق على فكرة إحنا لما بنيجي نقدم حاجة أو بنتكلم على مستحضر المستحض ده بيبقى نازل يحلي مشكلة ومشكلة كبيرة تمام ويا السلام كمان لو أنا بكلمك على مكمل غذائي بكلمك يعني إيه على مكمل غذائي كلمة علاج دي في منتهى الأهمية المكمل غذائي بيعمل حاجتين بيعمل دور وقائي ودور علاجي هو يعني إيه مكمل غذائي يعني أنا بديك أنت بتاخد الأكل بتاعك بس الأكل بتاعك ما بيكفكش من الفيتمونات المعادل مثلا على سبيل المثال صحيح فأنا بضطر أديك حاجة في صورة مكمل غذائي بس هو مستخلص من حاجات طبعية طيب خلي بالك إحنا لما بنينا نعمل عمراء الأساس بتاعها هو اللي إيه الأساس الأساس بتاعنا إحنا بقى في كورس العضم من إحنا بنتكلم في مشاكل عضم اللي في الشتاء هو فيتامين دي فيتامين دي ده هو اللي أنا بابن عليه كل حاجة ليه فيتامين دي هو اللي بيزود من امتصاص وترسيب الكالسان في العضم لأن العضم أساسا هو متركب من كالسان يبقى حتى النهاردة أنت بتاخد الكمال كاف بتاعتك من الكالسان وعندك نقص فيتامين دي هيبقى عندنا مشكلة في العضم يبقى الأول لازم أحل مشكلة فيتامين دي وده أول حاجة النهاردة في كورس العضم بتاعنا خلي بقى حاجة بنتكلم على كورسي يعني بنتكلم على مجموعة متكاملة تحل لك المشكلة أول حاجة عندنا الفيتابيكس فيتابيكس ده عبارة عن فيتامين دالي التركيز بتاعه ألفين إنترنيش هانيونت اللي هي الوحدة الدولية والألفين دي أنا بديها لك كجرعة وقائية يعني أنا مش محتاج منك تعمل تحليل عشان تكتشف أن أنت عندك نقص فيتامين دي لا أنا بقولك أنت هتاخدها روتيني يعني إيه عشان ما تخشش مني في مرحلة يبقى عندك ديفيشنسي أو نقص فيتامين دي وحتى لو هو أخد دكتور مش هتضره على اللوم جران لأن نسبتها معتدلة دايماً بضرب مثال لو أنت عملت التحليل للناس اللي معنا في الكاميرا هنا في السوديو هنا هتلاقي 90% منهم عندهم نقص فيتامين دي نقط 3-4 أشعب المصري الله يرحي ليه لأن احنا ما نطردش للشمس بالطريقة الكافية تكيفات الأكل بتاعنا مش هو الأكل الصحي صحي فبيبقى عندي مشكلة في نقص فيتامين دي وتلاقي ما يخش منه في الشاشة الثمية يخش منه في دور كآبة يخش منه تربط في النوم يخش من المناعة بتاعته ويبقى فيها مشكلة يتلاقي مشاكل عنده مشاكل في سنان وكل دي نتيجة نقص فيتامين دي يبقى أنا حلت لك المشكلة أنه هي الأساس بتاعنا أن أنا عملت حلت لك مشكلة نقص فيتامين دي بنا أنا بديك الفيتابيكس بالتركيز بتاعه اللي هو الألفين انترنيشانيون وحد عايسألني يقول طبعا أنا لو عايز بقى علاج أقوله مثلا ما تاخد قرس واحد تاخد قرسين يبقى لو وقائي هتاخد قرس واحد لو علاجي هتاخد قرسين العلبة تكافية دي دي حقيقة العلبة تلاتين قرس ما شاء الله يعني طول الشهر ما شاء الله معنا على فكرة القرس بتاعنا بنكلم فيه النهاردة كله تلاقي بي كاف شهر طب كويس حلنا مشكلة أول حاجة الفيتابيكس اللي هو بنقص فيتامين دي بس احنا قلنا أن أنا عندي مشكلة في العطم لأن المفروض من صغرك زي ما بنقول دايما انت تتأسس صح أنك تاخد الكالسم الكافي بتاعك على مدار يومك وده ما بيحصلش طب لأن الكتب بتعلمنا بتقول ايه النفوض أنك تاخد على مدار يومك promising لنأخذ تلات وحدات من الكالسم يعني تلات وحدات الوعية دي تساويть كباية لبن أو يعني تلات كباية لبن أو كباية زبادي يوبا بالتالي Azim بالتالي أنين نأخذ تلات وحدية ثلت كباية زبادي او كوباية لبنو كوبايتين او ده ما بيحصلش عشان كده هتلاقي ان مشكلة عشاشة اعظام منتشرة وخاصة بعد سن الاربعين و سن الاربعين لان انت ما تقسسش صح او في ناس اظهر من كده لان انت لم تقسس صح خلي بقى الحقيق اظهر من كده هو الاطفال اللي بيبعندهم نقص فيتامين دي مش بولك عنده عشاشة عنده الرجلي متقوسة متقوسة اي حبايبي اي وصح نقص فيتامين دال يبقى انا هنا حتى كمان بديوله فيتامين دال كعليج وبدوله الكالسام كمان يعني ده ينفع كمان للاطفال او المجرد من يده يبلع يبلع عندش اي مشكلة خلص سوى كان فيتا اللي هو سيد زيت باكس اللي هو الكالسام بتاعنا او فيتامين دال اللي هو الفيتابيكس احنا كده حلنا مشكلة الفيتامين دال ولمشكلة الكالسام لان انا بديك السيد زيت باكس هو ما او اهبان اجب علي الشاشة عندناênio bright star ده اللي هو المصدر الكالسام اللي عندنا يبقى أنا اديتك الجرعة اللي انت عايزة من فيتامين دال و اديتك الكالسام كمان طيب احنا جبنا في سيرة في الانترو بتاع حريك قلت ايه المفاصل ايوه دايماً بنقول المفاصل عبارة عن ايه عبارة عن عدمتين العدمتين بيرتبطوا بعض عن طريق اربطة وبنهم بضريف ايوه صح مظبوط ايوه صح يبقى أنا الاول لازم احافظ لك على صحة العدم بتاعك وحافظ لك على صحة العدم بتاعتك اللي مسؤول عن تجديد الاربطة والاحتفاظ بكفاءة الغضريف هم حاجات الجسم الرودي بينتجه زي حاجة اسمها كلوكوزامين زي حاجة اسمها الكورديزون زي حاجة اسمها الهيوريك أسر الهيوريك أسر على فكرة اللي هو السائل اللازج اللي هو بموجود ما بين الغضريف الغضريف بتعمل ايه حريك؟ بتعمل كما خدد عشان تمنع تكاكل عدم ببعضه لما السائل ده بيقل إيه اللي بيحصل؟ الغضريف دي بتتاكل الغضريف دي بتتاكل إيه اللي بيحصل العدم بتيجي حكم بعضه نخش في مرحلة هشاشة العظام حلينا القصة دي ازاي بقى عن طريق المكمل الغذائي الثالث بتاعنا النهاردة في الكورسي بتاعنا بيعمل خمس حاجات وهو مكوم من خمس حاجات ايه هي العناصر الاساسية بقى اللي موجودة فيها دكتور؟ السؤال ده سؤال في منتهى الأهمية هي مشكلة المفاصل بتحصل إمتى لما يبقى الجسم الحاجات اللي بيانتجها المفروض تحافظ عربية والغضريف بتبقى مع مرور الوقت والزاعدات السيئة الغلط ومع الحركات الغاطية سوى كان رياضين أو ست البيت أو 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 هنقولها بقى في الآخر بس هنقولها اللي بيحصل إيه؟ الكمال اللي بتنتج من الجسم بتبقاش كافية للحفاظ على كافية السائل ده؟ على كافية المفصل نفسه ايه السائل ده لما بيقل حاجة بتسمع صوت تقطاء دين بداية خلي بالك دين بداية أن أنت هتخش مني في تأكل الغضريف خشونا في الرجوة ممكن تغير مفصل الله يبشرك بالخير لا احنا ده الهدف إذا ما تفشحنا التفاني المكمل الجزائي ده بيشتغل كحاجة وقائية هو ده الأساس الجوانت بيكسبها عبارة عن إيه؟ أيوة عبارة عن كلوكوزامين تركيز بتاعه 50 ميلي جرام لأنك احتاجات الجسم على فكرة في اليوم كلوكوزامين احتياجاتنا قدئي وهو في نسبة قدئي ده مهمة قوي كلوكوزامين احتياجاتك من الجسم المفروض 1050 ميلي جرام كويس يعني الفروض الجسم ينتج 1050 ميلي جرام عشان يحفظ على كفاءة المفصل بتاعتك أنت تديره 500 لا ما رحيك أنا هتديله أرصين آه يبقوا ألف هتديله أرصين كعلاج كوقائي هتديله أرص واحد يبدته ألف ليه ما ديتش 1500 عشان أنا عايز الجسم بتاعي برضو ينتج أيوة صحي أنا عايز الجسم يشتغل معي نفس فكرة أنت بودتكس على فكرة أيوة طيب كلوكوزامين تركيزه 50 ميلي جرام في الجونتابكس في المادة تاني اسمها الكوردزيتون يبقى الكوندروتون دي الكوندروتون دي هي المادة التانية المسؤولة عن صحة وكفاة الأربطة والغضريف برضو مع العداد السيال الغلط في الأكل بيحصل أن الجسم ما بيقدرش يعوض أو يحافظ على كفاة المفصل والغضروف فبديك الجونتابكس خلي بالك بقولك لا أنت هتقضوا معي وقائي الحاجة التالتة الهيوريك أسد اللي هو التركيز بتاعه 50 ميلي جرام اللي هو السائل اللي موجود بين الغضريف احنا قلنا هو بيعمل خمسة في خمسة احنا قلنا ثلاث حاجات فضل اثنين منهم حاجة بتطلع في الانترو بتاعنا اللي هو الأنرس الحاجة بتطلعي في الانترو بتاعك بيطلع منه مستقلص البرومالين مستقلص البرومالين ده في بعض الناس لما عندها مشكلة في المفصل بيحصل عندها تورم في المفصل البرومالين هنا بيشتغل مضاد للتورم ده كل ده موجود في ايه؟ في المكمل الغذيب تاعنا اللي هو الجوينت بيكس آخر حاجة موجودة في الجوينت بيكس اللي هو الجنجر اللي هو مستقلص الزنجبيل ده بيعمل حاجتين بيخفف الألام وبيزود الدورة الدموية اللي في منطقة المفصل وده يرجعنا لحطة الشتاء أنه قريدي كمية الدم هنا قلت أيها فألام المفصل بتزيد أنا حلت لك المشكلة دي عن طريق الجوينت بيكس ومكونات الجوينت بيكس تمام طيب قولنا هل ليه أثار جانبية دكتور؟ لا بص حالك احنا بمعنى نحن نتكلم بنتكلم على مكمل غذائي فهو مستقلص من منتجات طبيعية أوكي على فكرة الحاجة الوحيدة اللي هي أثار جانبية لما أنت قريدي تبع عندك مثلا حساسية من الأنانس عندك حساسية من الزنجبيل فيه ناس بيبعند أقول له لا خلي بالك بقى ما تاخدش ده طبعا في القلب ده ما بيحصلش هو الإنسان الوحيد اللي ممكن ما ياخدش جينت بيكس هو واحد عنده حساسية من الحاجات دي تمام طيب الجرعات المناسبة إيه بقى من الكورس ده؟ يعني نمشي إزاي بقى في الكورس ده عشان نبقى إحنا بنحفظ على الدايرة الحلوة لحيك كلمت فيها دي السؤال ده أنا أعز أشكرك عليه لأن كلمة كورس ده ده اللي إحنا عايزين نقول للأستاذ المشاهدين كورس أنا أريدك مجموعة متكاملة عشان أحافظ على صحة العظام والمفاصل تمام كورس بتاعنا إحنا لحد ده تتكلمنا في الكورس بتاعنا على ثلاث حاجات كلمنا على جوينت بيكس فيتابيكس سيزيت بيكس وفيه عندنا حاجة تانية القلب ملتيفيت وأعتقد أن إحنا تتكلمنا عليه كتير قوي اللي هو مجموعة فيتاميناتهم معادة لأن الجسم محتاج مجموعة فيتاميناتهم معادة بيضافها لكورس بتاعنا كلم بنجي بعد الفطر ناخد فيتامين دي مع القلب الملتيفيت كويس يعني أنا أخدت قرس الملتيفيت مع قرس إيه فيتابيكس اللي هو فيتامين دي فيتامين دي لما أنت عندك قريدي نقص فيتامين دي فهتاخد قرسين من الفيتابيكس كويس دي أول حاجة إيه قديتك أنا إيه فيتامين دي اللي هو الأساس بتاعي حل أجي بعد الغد أيوة أديك قرس واحد من السيدة زيد بيكس اللي هو عبارة عن كالسام وبين جبت سرط الكالسام هتلاقي أن التركيبة اللي موجودة في سيدة بيكس عبارة عن إيه عبارة عن كالسام ساتريت يعني إيه بقى كالسام ساتريت لأن فيه أنواع أخرى تاني من الكالسام موجودة في السوق إيه فال إيه بقى أه الكالسام ساتريت هو الكالسام الذي لا يتأثر ولا يؤثر في المعدة مشكلتنا مع الكالسام اللي بناخده يقول لك أنا ساعات بيجيب لي إمساج ساعات بيجيب لي أصف معدتي عشان كده هتلاقي أن تركيبة الكلسام ساتريد هي اللي بتوصف في أوروبان والأمريكا اللي فوق سن الاربعين بتدوك روتين هو الكلسام إيه الكلسام ساتريد وده اللي موجود في سيت زيت بيكس بتاعنا بناخد بعد الغداء يبقى أنا النهاردة بيت الكلسام فهذا الآخر حاجة اللي إيه الجوينت بيكس في الغالي بحرك عشان كده برضو يفصل لك ليه بالليل هلام العظم بتزيد طبعاً صح؟ أيوة بتشد بالليل ليه عشان ما احنا قلنا اتفاقنا الساعة بتزيد فكمية الدم بتقل فأنا بديك بقى الجوينت بيكس بديك أرس لو أنت اعتقده كوقائي لو أنت من صغر كده عايز تحافظ على مفاصلك على المدى البعيد أو علاجي لو أنت بتيت تسلع صوت تقطاقة يقول لك رجلتي بتادي تخني عندك مشكلة في العضلات بتاخدنا قرسين بعد العشاء وقبل النوم ده الكورس بتاعنا اللي يحافظ لك على كفاءة العضل وعلى كفاءة المفاصل طب دهيل جداً ونقول لك دكتور طيب الكورس ده بقى مفيد ويناسب أصحاب الأمراض المزمنة؟ تمام بمن احنا بديتكلم عن مكملات غزائي نحن بداشر ننساهم أصدل يعني طبعاً فريدي الكلة اللي بياخد كالسام هو بس بيقول لدكتور بتاعنا معايا الكالسام ساتير ده هو يقول له خلاص أنا هتخد الكالسام ساتير وممكن يزود له أو يرجع يضيفه عشان بيحتاجه نسبة أكبر تقريباً تمام خليباك احنا قلنا في الإنترو احنا الاناس ايباً تفعلنا أنه هو البروملين اللي هو مضاد للطهارم وقلنا الكابوريا لأن الكابوريا هو المصدر الأساسي على فكرة اللي فيتامين دي بالإضافة للشمس هي الأسماك وكل أنواع الأسماك عشان كده حقيقة لما حطيت البرومو أنا معرفش حقيقة كنت حطاها عشان بعد كده عارف ان احنا نتكلم على كورس عظم ولا لا هي جات كده لا بس احنا حطينا الحاجات اللي يمكن ما بتنورش يعني كولي منها كلها بسموك يمكن فيه ناس بتعرفش انها مصدر أساسي الفيتامين طبعاً طبعاً بس يعني ايه هي حاجات حلوة لا ده هي كمان مصدر أساسي الفيتامين دال وهي المصدر برضو من ضمن المساطر اللي هي الحاجات اللي احنا نتفن عليها الكروكوزامين والكندريتون عشان كده لو تشوف الناس اللي في الغالب بيبقى أكلها معظم أسماء معظم أقضى في ناس كثيرة كل أربع أيام في الأسبوع والناس اللي هي بتبقى على طبيعة سكانها بتبقى موجود عبدالحكو كده هتلاقي ان المخصر بتعيدها والعظم بتاعها ما بيعانيش منزيل مشكلة ما شاء الله ربنا يديم الصحة والعافية كلهم طيب احنا معانا فيديو نبص نشوفه كده يا دكتور مع بعض بعد إذن حضرتك نشوف الفيديو يا شباب فضل عبار معروضة طبعا الفيديو خلي بالحقيقة طيب عبار ما نجهزو نقول بقى أرقام التواصل أرقام التواصل وبرضو تأكيدا للتراست أو الثقة في الكورس اللي حتنا نتكلم عليه موجود في بعض المستشفات الكبرى بيوصف والله كتب كاروش التال آه أوكي طب كويس جدا على مكمل جزاء الرجل موجود في بعض السيدلات وبعض المستشفات الكبرى وانت النهاردة لو عايز هذا الكورس اطلب الرقام اللي عندك دي هيجيلك الكورس في ساعتها هو الفيديو اللي كان هيتعدي ببصيشة جدا بيوضح لك إيه اللي بيحصل في المفصل عندك من أول أن أنت عندك المفصل ده عبارة عن عضمتين مع بعض أن أنت ما خدش الكالسام بفيتامين دال بالجرعة الكافية ورهون تاني طيب ورهون الفيتامين دال بالجرعة الكافية أو الكالسام بالجرعة الكافية فبعندك مشكلة في العضم بعد كده دخلنا على المفصل آه الفيديو هيتع ده الكورسي بتاعنا القوى الخماسية وعلى فكرة ببقينا احنا نتكلم آه بصح لك ده مفصل اوه أيوه آه ده عضمتين اللي بيحصل يمتدي عندي مشكلة في العضم لأنه ما خدش كمية الفيتامين دال المناسبة والكالسام فبيحصل عندي تآكل في العضم واخدبال ساتك فدي ده يوضح لك ان احنا مش عايزين نستنى للمشكلة لما تحصل ايوه انا عايز امنع المشكلة ان امنعها صحيح اخلي بالحضرك لما خش في تركيب مفصل اولا العملية غالية جدا ثانية حياتها كلها بتتشأل صح بتلاقي السوشيال استيال بتاعك وحركتك اكتلفت صحيح فطب ليه طب انا تعالى ان اردع لك المشكلة بمكمل غزائي امن هاي وعلى فكرة جونت بيكس التركيبة بتاعته دي مش موجودة في اي حاجة تاني مكمل غزائي لحدة العظم والمفصل يعني كده ده دكتور خلاص طرق التواصل اقام موجودة والحمد لله الكورس ده سعر مناسب اه سعر مناسب جدا جدا طيب الحمد لله طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور بجد اسمحوا لنشكر ضيفنا دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما نوارتنا وشرفتنا ولمزيد من اللقاءات يا دكتور انشاء الله ونتكلم اكتر برضو في حاجات كتير في حياتنا احنا معرفتاش نهاردة منك العادات السيئة هنعرفها ان شاء الله الفقرة اللي جاية بإذن الله في الحلقة الاسبوع اللي جاي واسمحوا لي طبعا اشكر حضرتكو كل متابعيني الكرام ومشاهديني الكرام من خلال شاشة قناة الاهلي الغالية جدا على قلبي تحية وحب وتقدير حضرتكو من هنا لحلقة جديدة اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم على الف خير وصحة وسلامة وسعادة وي سلام علي